نرحب بكم مرة تانية عزام شاديم نرحب بخبرنا التحكيم المتميز كابتن ناصر عباس من نورنا كابتن متحقات ليه كابتن قيمة تحقاتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة نادل الهالي في كل مكان متحقاتي نجوم الكبار كابتن شريف عب مريم من نور كابتن شريف كابتن علام يهوب وكابتن قصام عرابي وكابتن عدل أب الرحمن من نور كابتن قيمة سريعا هنروح لي الأول بس هاقف على محمد معروف الحكم الدولي خلي بالك كابتن شريف كابتن علاء محمد معروف احنا في الجولة العشرين لم يدير اي مباراة للنادي الأهلي منذ بداية الدوري يمكن اتكر تقريبا اخر مباراة ادارها الموسم اللي فات كانت ما بين نادي فاركو ونادي الأهلي تقريبا في شهر ثلاثة فترة بايدة اوي 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 محمد معروف بيرجع للنادي الأهلي ان انا عادة اقول له الحكم الدولي كابتن دي مهمة جدا كابتن اي من ما تبعدوش ابدا عن المبارات الكبيرة لان انا النهاردة لو انا دولي كابتن علاء ومش هلعب للأهلي ولا للزمالك لا دا انت بتلعب في افراكي مبارات الاهلي وزمالك لا تقل اهمية ابدا عن مبارات افراكيا وبالتالي هو كان النهاردة محمل بالضغوط لتيجت انه بقى له فترة ما بيلعبش بالنادي الأهلي هنروح لتاكم التحكيم النهاردة نشوف كان محمد معروف الحكم الدولي موجود كان عندنا محمق مجيد حكم اسكندرية حكم مساعد رقم واحد وعندنا الصاعد الواعد احمد عادل عفتاح حكم الصغير دوت من منطقة القاهرة كان مساعد رقم اثنين صبح العمراء من اسكندرية حكم رابع وكان على الفوار ايضا حكم صاعد واعد خالد الغندور وكان خالد حسينة كابتن شريف الحالة المهمة انا يمكن لخص المباراة كابتن شريف في بعض الحالات المهمة جدا شوف هذا القرار الصعب اللي هناك كان قرار باحتساب راكلة جزاء لنادي الأهلي وبعدين هنا بعد ما حسب راكلة الجزاء هنشوف اللي حصل ايه اللي عبدي هنقف عندها شوية كابتن شريف هنا ستوب بس هنا سؤال مهم جدا جدا للمدربين طبعا دي مش مخالفة لسه هنا بنقول لو هي من برا كابتن عادل هنا بتبقى فرصة محققة لتسجيل هدف يعني ايه لو الحكم حسب من هنا من برا لابد ان هنا يشهر البطاقة الحامرة مباشرة اما اذا لو الحكم حسب راكلة جزاء فبتنزل العقوبة من البطاقة الحامرة للبطاقة الصفرة هنا المعروف حسب من جو نشوف هنا المخالفة نرجع تاني كده كابتن عادل همينا نشوف البوينت اوف كونت يعني لحظة التلامس هل هي فين بالزبط وما حسبش اللاعب هل هي رجلية بس هنا كابتن عادل همينا بس هنا الرجبة خلاص هنا هنا الرجبة جاية في الرجل الشمال ويقال حدث خارج منطقة الجزاء كابتن علاء تمام وليس على الخط صح وحنا قلنا الخطوط من ضمن المناطق المحيطة بيع عارف لو على الخطة كابتن ايمن اي لو على الخط راكل الجزاء هو هنا تفاصيل اللاعبة ما كانش موجودة عند محمد مرف وهو خد القرار من وجهة نظره خد القرار من جوه وهنا جاء نقدر الفار في ان المخالفة كانت من بار دي حاجة تاني هنشوفها عشان نأكد تاني تاني في عندنا زاوية كابتن هنا مبينة قوي ياريت سامير زاوية الواضحة اللي هي مبينة المخالفة من خارج منطقة الجزاء نشوفها تاني عشان نبقى عندنا كلام مكنع للكل ها هو كان في تكملة من كهرباء بعد الكل في مخالفة تانية في زاوية تانية قصدي أسف زاوية تانية زاوية تانية ايوا ايوا تمام هنا كابتن هنا ايه هنا الرجل خارج منطقة الجزاء بتالي هن المخالفة من خارج السؤال هنا خارج الغندول عمل شغله عشرة العشرة في الكومانكيشة قال له المخالفة من بار وبالتالي المفترض تستحق بطاقة حمد كان يجب على محمد معروف كابتن ايمن يذهب الى الفار هو هنا حدد لك المكان وقال لك دي حقيقة مكانية انا قلت لك دي من بار هو دا دوره ولكن محمد كان يجب عليك انك انت تذهب للفار عشان هنا فيه بطاقة حمد ليه يا كابتن بيقول ذا لان فرص المحققة دي مفيش فيها كلام اللي بياخدوا القرار بالبطاقة الحمرة هو الحاكم حاكم مش الحاكم الفار عشان كابوا ليه دي فيه اجراءات الفار كان يجب يا محمد حاكم دوره كبير ما ينفعش حتى تدي حمرة على طول كان يجب انك انت تروح تذهب للفار وتدي القرار